على الرغم من بعض التقدم الذي تحقق في العلاقة بين حكومة السودان وإدارة بايدن في عدة ملفات إلا أن ملف العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية وزعماء ميليشيات يراوح مكانه حينما رفضت واشنطن الخوض في أي نقاشات مع حكومة السودان بشأن رفع العقوبات عن عدد من قادة الميليشيات التي كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضتها في السنوات السابقة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مصدر دبلوماسي كشف أن السوداني كان يعمل بإقناع الأمريكين بخطأ خطوات ترامب التصعيدية السابقة ضد الميليشيات وضرورة رفع تلك العقوبات لكنه لم يجد ما يتمناه وظل هذا الملف مقلقا للسوداني بسبب وجود شخصيات نافذة في الإطار التنسيقي طالتها العقوبات الأمريكية من بينها قيس الخزع لوفالح الفياض وأبو زينب اللامي مسؤول ما يعرف بأمنية الحشد وكذلك زعيم ميليشي النجباء أكرم الكعبي المصدر الدبلوماسي بينا أن الرفض الأمريكي لإلغاء العقوبات عن هذه الشخصيات راجع إلى علاقتها المباشرة في تمويل إيران وفتح لها طريقا ملتويا للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتحويل العراق إلى مصدر إيراني لجني العملة الأجنبية ولم يكن السوداني هو الوحيد الذي سعى لرفع العقوبات الأمريكية عن هذه الشخصيات حتى الكاظم حاول ذلك وقدم ضمانات من أجل هذا الملف لكن لم يكتب لجهوده النجاح ويرى مراقبون أن زعماء الميليشيات المشمولين بالعقوبات الأمريكية قدموا تنازلات كثيرة وخففوا من لهجة الخطاب الذي يستهدف الوجود الأمريكي من أجل رفع سيف العقوبات عن رقابهم ورغم أنهم لا يمثلون خطرا حقيقيا للمصالح الأمريكية إلا أن واشنطن تريد أن تتعامل مع الملفين العراقي والإيراني بشكل منفصل وبما يخدم مصالحها وليس كما تهوى حكومة السوداني أو غيرها ترجمة نانسي قنقر